أربونتا حينة أثرت على كل المرافق جنوب العاصمة رابلس ونتيجة الاشتباكات تضررت العديد من خطوط الطاقة حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصابة دائرة نقل جهد 30 كيلو فولت الرابط بين محطة 220 التب إلى محطة تحويل 11 30 كيلو فولت المدفعية الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق خلة الفرجان وبعض الأحياء في مشروع الخطبة وأعلنت أيضا عن إصابة الدائرة رقم واحد الرابط بين محطة تحويل 11 30 كيلو فولت النهر ومحطة 11 30 كيلو فولت الجيرغني الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في تغذية الأحمال بمنطقة الجيرغني عنزارة كما أصيبت إحدى الدوائر التي تربط بين محطة تحويل 220 الزهرة ومحطة تحويل 30 11 مفرق السواني الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في تغذية الأحمال بمنطقة مسجد التغار والسوان الشرقية والسوان المركز ومنطقة جيلة ما تسبب في عودة طرح الأحمال لمدة تروحت من 6 إلى 9 ساعات الجنود المجهولون بالشركة العامة للكهرباء مازالوا يقومون بسيانة بعض الأضرار في عدد من المناطق التي استطاعوا الوصول إليها نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة بكافة الدوائر بإدارة توزيع ترابلس ترجمة نانسي قنقر